الاندية طبعا احنا كلنا متفقين لا يوجد نشاط الا بعد بمشيئة رحمن اتمام القصاص باعلان اوجه الاتهام والاسما والحكاية والرواية الاندية طبعا بتتكلم في ازمات الرعاية لان طبعا الاندية مرتبطة بعقود وبالتالي هذه الاندية ملتزمة باداة هذه العقود طبعا لا لاعب ولا موظف ولا ولا اخره هيقبل انه هو ما ياخد شهور التابو ده وضع طبيعي الاندية بتاخد من الرعاية النهاردة فيه يعني الحقيقة اذا صح الكلام الله اعلم قال ان الستاذ جمال السادات من الاتصالات راح النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي ولكن ما معنى هذا التضامن هل الشركة المسؤولة عنها هتدفع عقود الرعاية كاملة للنادي الاهلي مهما كان توقف النشاط من عدمه واذا هاد طبق على الاهلي هل يمشي مع الاندية الاخرى يعني تقولوا ايه في المنطقة دي اه ده يعني مش يعني ده النادي الاهلي النادي الاهلي لو تعطل فيه النشاط شهر شهرين ثلاثة اربعة ستة هو يقف النهاية النادي الاهلي يعني النادي وقف على على رصيد يعني رصيد معناوي ورصيد تاريخي ورصيد ادبي ورصيد مادي اكيد لكن يعني النادي الاهلي الرعاية بتاعته مية خمسة رعين مليون جنيه ولا مية هتتوقف تماما في عندها تانية ما عندهاش يعني خالص بص احنا في ظرف السسنائي وهذا الظرف بيفرض على الجميع انه يضحي وانا ما اعتقدش ان فيه لعيف في النادي الاهلي حينزل الملعب نعم الا لما حق الناس اللي ماتت دي اه يتخ انا هم كلهم قالوا كده يعني ده احنا متفقين على ده انا بدأت حديث طيب ما يبقى النشاط ايه يعني النشاط ايه اللي ممكن لا انا بكلم على انه الرعا مش هتفع فلوس ما يدفعوش يعني يعني هيجيوه منين يعني وهو ده في الكرة بس يعني هل انت تعتقد ان هذه المشكلة مقصورة انتم ده فيه مصانع الف ومئة مصنع قفلوا هو الف ومئة مصنع دول مش اهم من الكرة ولا ولا المصنع مش مهم يعني مصانع مهمة جدا الف ومئة مصنع احنا بالعكس احنا عايزين ندعو الرعاة ان هم يعني يقفوا مع الاندية مش مش بالانشيد يا كابتر مش بالانشيد مش بالانشيد المسألة مصلحة طبعا لا الوضع الطبيعي الخبر اللي قدام حضرتك ان ده الاستاذ جمال هو راح النهاردة النادي الاهلي وبيقول اكد على دعمه النادي الاهلي مع اسر الشهداء ولكن التأكيد ايضا الذي لا يقل اهمية ان هو الامور تستمر فيما يتعلق بضخ الاموال للنادي الاهلي خلال فترة التوقف او لقدر الالغاء وبالتالي النادي الاهلي في انشطته الرياضية بالكامل مش كورة القدم بس هيبع عنده مشكلة كبيرة جدا لانه عقود اللاعبين وكل دي امور طبعا سأل سألتك سؤال نعم هل عقد كبير بهذا الحجم 145 مليون او 150 مليون نعم هل هذا العقد في نصوصه فيما يشير لانه اذا حدثت ازمة في استاذ مرصائي لا 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 ما فيش يبقى الشركة تدفع اه هو هو طبعا مؤكد انه في نصوص الشركات دي محترفة جدا انه طول ما الخدمة بتتأداله هو بيدفع والخدمة معناها انه شعاراته موجودة على تشيرتات اللاعبين وهو الاخر وبتظهر في الملعب ده طبيعي هو مشكلة الاهلي هتوقف بتالي 40 يوم 40 يوم لكنه هيلعف بطولة افريقيا حسب معلومة هيلعف بطولة افريقيا لها رعاء واخرين بطولة افريقيا لما تبقى شركة كبيرة وقادرة على انها تقف مديا عشان كده اقول لك الاهلي ما عندهش مشكلة يعني الاهلي ممكن ما يكونش عنده مشكلة مديا الاهلي جمعت لبرعات 8 مليون جنيه في ثانية للشهداء بتؤمن جمهيره نعم الدولة يعني كانت بتعاني عشان تجمع للشهداء اللي بتعمل سبيره وبتعمل محمد محمود وتعملين تحرير نعم الاهلي نادي له قاعدة عريضة وشعبية وجمهور وواقف على رصيد كبير المشكلة في الاندية التانية والله ما يسلي على المصانع والسياحة وعلى يعيس لي على الكور ويسلي على الجميع لو قاعدت من بلد تنهض اقتصادية اللي احنا نفكر بقا طيب هذا الشعر يفكر بلد تنهض اقتصادية نعم نعم خلينا بس نؤكد على نقطة بمنتهى الموضوعية في الحوار احنا طبعا بنقول هذا الكلام علشان نحاول ان احنا نخلي رعاة الاندية يقفوا مع انديتهم الفترة دي ده سبب فتحي للموضوع يعني جميع الرعاة على مستوى كل الاندية المصرية ما تتوقفش لابد ان هي تقاذر وتدعم الاندية حتى مع التوقف للسبب الموضوع اللي انا عايز اقوله النهاردة لو